طيب خانينا نتكلم عن حدث برضو كان مهم جداً النهاردة وهي قرعة دوري أبطال أوروبا وفي الحقيقة حتى الناس بتوع أوروبا بطول بيغلطوا لكن خانينا نقول لها حراكم بس في الأول كده النتائج بعد أعادة الأورع وهحكي لكم التفاصيل اللي حصلت النتيجة كانت إيه؟ نتيجة الأورع أن منشستر سيتي هتقابل سبورت إنجليش بورنا باير ميونيك هتقابل ريد بول سالسبرج النمساوي تشيلسي هتقابل ليل الفرنسي وآيكس عامستردام مع بانفيكال بورتوغالي واليوفي الإيطالي مع فيا ريال ومنشستر ينايتد مع أتليتكو مدريد ومواجهة نارية جداً هتكون ما بين ريال مدريد وباريس سان جرمان ومواجهة أيضاً هتكون قوية بالنسبة لليفر بول مع الإنتر الإيطالي دي النتيجة النهائية لأرعة دوري الأبطال سأقول لحضراتكم نتيجة أرعة الدوري الأوروبي بالمرة إشبلية هيقابل دينامو زغرب الكرواتي إشبلية الإسباني طبعاً وهو دايماً متمرس جداً في اليوروبا ليج واخد أكتر من اللقب برشلونة الأسباني منتخيل أنت مستوى باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده إن برشلونة الأسباني إحنا لا مش بنقول اسمه في دوري أبطال أوروبا لا إحنا بنقول في اليوروبا ليج حاجة صعبة شوية بصراحة يعني لأن برشلونة فريق كبير جداً يعني وتاريخ عظيم يعني فرشلونة الأسباني حيقابل من في اليوروبا ليج حيقابل نابل الإيطالي وبورسيا دورتوموند الألماني حيقابل جالاسكو رينجرز السكوتلندي بورتو البرتغالي مع لاتيو الإيطالي أتالانتا الإيطالي مع أولمبياكوس اليوناني لايبزيج الألماني مع ريال سيوسيداد الأسباني زينة سان بيتروسبيرج مع الروسي طبعاً مع ريال بتيز الأسباني تيريف الملودوفي مع سبورتينج براغا البرتغالي دي نتائج قرعة التشامبينز ليج واليوروبا ليج كامل لكن تعالى بقى نقول إيه اللي حصل أصلاً أكيد حضراتكم طبعاً تابعته القرعة في الأول اتعاملت وأصفر أو نتيجة القرعة أصفرت عن نتائج مختلفة أو عن مواجهات مختلفة عن اللي احنا قلناها لحضراتكم اللي قلناها لحضراتكم ده الرسمي خلاص اللي كان من اللحظات لكن تم إعلان قرعة مختلفة بعد إجراءها بمواجهات مختلفة وتم إعادتها ودي فضيحة في حد ذاتها والله فضيحة احنا هنا دايماً في مصر أو في أفريقيا لما بيحصل أي حاجة نقول يا جماعة نفسيين نبقى زي الناس اللي في أوروبا دول والناس العالميين دول اللي ما بيغلطوش خالص وحاسبين كل حاجة بالضيئة وبالثانية ونقعد ناخد الأمثلة من خلالهم وننترى يا أبقى نقول احنا مفيش فايد دحنا لكن هناك برضو الناس بتغلط والغلط عادي يا جماعة كل الناس بتغلط احنا غلطنا في كذا 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 فنعيد القرعة يلا مفيش مشكلة احنا غلطنا من اعترف ومنصح غلطنا رغم انها فضيحة بكل المقاييس يعني او مرة حاجة تحصل من النوع ده يعني فإيه اللي حصل في القرعة عشان كده عدوها يعني تم وضع ورقة منشستر رينايتد دي فاريال وهم أصلاً كانوا في مجموعة واحدة احنا عارفين وده ما ينفعش ازاي فما كانش ينفع الاتنين يبقوا فيه من الوارد ان النتيجة تطلع على اثنين يواجهوا بعض وهم كانوا مع بعض في مجموعة دي لوايح ده ورقبطال اروبا طيب رقم اثنين تم تجاه الوضع اتلتكو مادريد ضمن خيارات مواجئة اليونايتد لان اليونايتد تلعوا الاول اتلتكو مادريد تلعوا التاني بعد ليفر بول فكان من الوارد جداً اول للاعب تاني هو طبيعي هي اللوايح برضو تقول كده ولما تعادت فعلاً لعبوا بعض حلو تالت حاجة ريال مادريد كان ممكن انه يواجه فيا ريال رغم انهم من نفس البلد وبرضو تبقى اللوايح للشامبينز ليج انه ماش عايزين فرقتين من بلد واحدة يلعبوا بعض رابع حاجة والاخيرة ليفر بول كان موجوداً ضمن خيارات خصوم اتلتكو مادريد رغم انهم تأهلوا من نفس المجموعة فدي الاخطاء اللي نتج عنها ضرورة وحتمية اعادة القرع لكن تعالوا نشوف بقى ابرز المستفيدين والمتضررين من الاعادة دي اول حاجة منشستر يونيتد نتيجة القرعه الاولى اللي هي التعادد دي كان هيقابل مين فريس سان جرمان فكانت مواجهة غاية في الصعوبة وغاية في الاصارة كمان لان كنت هتقابل رونالدو مع ميسي ونتمعت احنا بقى احنا المستفيدين بصراحة فاستفاد منشستر يونيتد من الموضوع ده انه هيقابل فريق اقل قوة شوية وفي الحقيقة السنة دي هم مش مستواموا قتلتكم مدريد خسروا كمان برحمة ريال مدريد 2-0 ما كانش ليهم اي يعني دور في المباراة او اي هجمات خطرة يعني من المتضررين ريال مدريد الناس دايما متتوقع ان ريال مدريد في دور الستاشر القرعه دايما متخدمه مع فرق ضعيفة وفرق يقدر يتخططها بسهولة فكانت النتيجة الاولى ايه في القرعه الاولانية ان ريال مدريد تقابل بينفك انا واحد من الناس يحب ريال مدريد فانبسطت قوي قلت حلوة او بمفك هنقدر نعدي ونكسر لما تعدد القرعه ريال مدريد هي الاحتقابل باريستان جرمان فالموضوع بقى صعب بل صعب كمان جدا وراموس كمان هيواجه فرقته وميسي يرجع سانتياجو بيرنابيو تاني فمتشط هيبقى ماتش دوعا بالتحديد ده هيبقى صعب جدا وممتع في نفس الوقت نسب فوز باريستان جرمان في الحقيقة هتكون اعلى نسبيا يعني لان نجوم كتير وميسي بقى ونمار طبعا اكيد هيكون خف سيرجيو راموس دونال روما عد براحتك حكيمي بقى وينال دوم ناس كتير جدا والريال مدريد ماشيين بشكل كويس ايه وعملوا مراحل الولد فينسي الجونيور ده هيبقى حسن لايه في العالم في سنوات قليلة جدا جدا في قمة مستوى مدريد شماشا الله عليه رغم تقدمه في السن كان ممتازن براح مباراة قتلتكو فريال مدريد وقف على رجلها شوي فالمباراة هتكون صعبة على فرقتين لكن ما تقدرش تقول فرص مين اكبر لكن نسبيا نسبيا لبريستان جرمان ليلي فرنسي في القرعة الاولى اللي اتعادت كان مع تشيلسي حاول يهرب من تشيلسي معرفش ويع برضو في القرعة بعد الاعادة مع تشيلسي فمواجهة طبعا صعبة ليلي فرنسي جدا جدا وسهلا نسبيا لتشيلسي بطل التشامبينز ليج واللي هلعب كاس عالم واللي ماشي بشكل جيد ومن نفس اقوية جدا في الدولة الانجليزية مع مانشستر سيتي وليفربول بايرد حيقابل ريتبول سالسبرج وكان ريتبول ده حيقابل مين في القرعة الاولى ليفربول فليفربول دلوقتي حيقابل الانتر مباراة صعبة سن شوية وفي المقابل طبعا بقت سهلة للبايرد منشستر سيتي مع سبورتينج ليش بونا في المتناول جدا لمنشستر سيتي المباراة المتكافئة نسبيا رغم الارجاحية هتكون اكتر شوية الايكس هي مباراة ايكس مع بيمفكا يوفينتوس وفياريال برضو ممكن يحصل مفاجئات لان يوفينتوس بيمشى على سطر ويسيبوا سطر فخلينا نشوف لان في الحقيقة الشامبينز ليج دايما ممتع ومصير جدا ومن افضل بطولات في العالم اللي دايما بنستمتع بيها للغاية ده فيما يتعلق بقرعة دوري اطال اوروبا والاوروبا ليج وكوهليس اعادة هذه القرعة هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى بعض الاخبار المهمة بتتعلق بالنادي الاهلي وكمان اخر استعدادات متخدم الوطني للمواجهة تونس بعد بكرة ان شاء الله في كاس العرب استنون شكرا